طب تذكر أنا وإنت أيام الانتخابات الأولية الكابتن الخطيب لما قال لنا ويأخذ رأينا وإحنا زكناه أن يختاروا نائباً له فقال لي أسبابكو اقنعوني بأسبابكو قلنا له ده الشخص اللي تقدر تعتمد عليها كابتن كعمل تنفيذي وكبديل في غيابك لأنه ورجل يتعامل مع الأزمات ما هوش بتاع كلام بتاع شغل وأعتقد أن الكابتن الخطيب في مرضه قال لي كده قال لي يا عدلي أنا مفتقد جداً 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 كان مفترض أن في زيارته الأخيرة الكابتن الخطيب الدكتور قال له خذ راح عشان في عملية معينة كان هيعملها ففوق لما جاء بالموقف ده حصل تاني يوم ما جاء فقال لي يعني أنا ما أدركتش حجم اللي كان شايله العمري غير لما لقيت نفسي والعمري مش معايا لا يمكن أن يترك النادي للأهلي دون وجود العمري أو أن أنا يعني لازم حأجل كل خططي إلى هذا المستوى كان يتكئ عليه كان يستند عليه كان يسق فيه كان يترك له الأمور بتنصيق تذكرني علاقته بإعلاقة الكابتن صالح بالكابتن حسن حمدي ما هو يعني هقول لحظك على حاجة أستاذ العامل مع الكابتن الخطيب ترجمه فلسفة دور النائب في النادي الأهلي لأنه أنت شفت أديه كمال بيحافظ شايل على الفريق مرتاجي طبعا شفت الكابتن حسن أديه شايل على كابتن صالح شفت الكابتن الخطيب أديه شايل على كابتن حسن هو مش عاديه مش شايل عنه شايل معاه شايل معاه آه يعني توزيع الأدوار مهم جدا لأن الرئيس النادي الأهلي غير الناس كلها مفاهمة أنه اللي لازم يحكم كل الأمور لازم يكون معاهده لعب عمل يبدأ من ولذلك التقاليد عندنا إيه إن الوكيل هو رئيس المكتب التنفيذي اللي حابتقول إيه يا الرئيس الوكيل اللي فعال أكثر ما شفناش رئيس رأس المكتب رأس المكتب معاه أنه دحقه لكنه النائب هو الشايل النائب فده اللي بيحلق كمان الكوادر ده اللي بيشايل لناس المسؤوليات الشراكة بمعنى العقيقي رحمة الله على من رحل وطبعا بنركز مع المرحوم العمري فاروق لأنه آخر راحلين بالنسبة لنا فيعني دوره مزال مذكورا ومؤثرا بشكل خاص جدا وبعدين خلي بالك الملفات الرياضية في كل العب غير كرة القدم تقريبا هو اللي كان مسؤول عنه السلة كان حضر فيها بقوة الحقيقة السلة واليد والبسك والفوليو كله يعني هو كان العون الذي يلجأ إليه كمرحلة أولى اللي كان يتحل عنده اللي كانش يتحل كان يحيله إلى المهنس محمود طار ومهنس محمد عبدالوهاب ولا مش محبود طار ده أيوة لا هو الحج محمد عبدالوهاب هو الحج محمد عبدالوهاب يعني شكر الله وسعيكم جميعا لأن الحقيقة منذوب رئيس الجمهورية وسامة سيد وزير رئيس الوزراء سيد وزير الدفاع وعدد من الوزراء الحقيقة الكل كان وعامة الشعب لأنه انتو شفتوا مصر كلها مختلفة وده المؤشر بقى مجلس إدارة الزمالك مجلس إدارة الإسماعيلي مجالس إدارات أندية كتير الحقيقة الكل كان حاضر اللجنة الأولمبية التحاد الكرة كل المجالس الرياضية جاءت تعزي رحيل الناد أو رحيل ابن الناد الأهل البار ما فيش حد من المحجزين دون تقريبين يا أستاذ إبراهيم ما كان لهش موقف عمل وتنفيذ مع الأستاذ العمري فاروق رحمة الله عليه والكل بيواصل حاج فاروق العمري ربنا يصبره ويدي له الصحة يعني الف رحمة ونور على روح العمري فاروق العمري فاروق مش مجرد اسم اتكتب في تاريخ الناد الأهلي العمري فاروق هيفضل باستمرار ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة